بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن وله إلى يوم التين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إخواني أخواتي التلاميذي الأعزاء متتبعي قناتي قناة منوعات أم خديجة في هذا الفقر الجديد على القناة نكمل القصة تعنا لك وقبل أن يخلق الله آدم عليه السلام في ذلك اليوم يعني يوم الجمعة بعد العصر خلق الملائكة وبعدهم بسنين وبعدهم بسنين خلق الجال وهم الذين كانوا يعمرون هذه الأرض قبل آدم عليه السلام أكثروا فيها الفساد وقتل بعضهم بعضا حتى بعث الله جندا من الملائكة قاتلوا هؤلاء الجن ففروا إلى البحار والمحيطات والأماكن الخالية وهي مكانهم إلى اليوم بعد هذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل له خليفة في الأرض فقال وأخبر الملائكة بذلك فقال لهم وهذا ما ذكر في سورة البقارة الآياء الثلاثون قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هذه السماء وش قالت الملائكة؟ قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفيك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذه كلنا عرفوها في صورة البقارة يعني ربي سبحانه بعدما خلق الكون العظيم هذا في ستة أيام بزمن يعلمه إلا هو زاد خلق ما عليها من أمور الدنيا اللي رح نعايشين هذور كما ذكرناهم قلنا السبت الطربة الأحد خلق الجبال الاثنين الشجر والنبات الثلاثاء خلق الأذى وكل ما هو مكروه في هذه الحياة الأربعاء خلق النور والهداية والإيمان الخميس خلق الحيوانات والحشرات كما قلت لكم أنه بعدما خلق قرب سبحانه الكون وبعدما خلق الملائكة والجن وكانوا ساكنين الأرض وبعد المن أفسدوا في تلك الأرض وطغاوا ونشروا الفساد والحروب والقتل بيناتهم وكل بعث ربي الملائكة حاربوهم ونظفوا الأرض منهم ففرّت تلك الجن إلى الجبال المحيطات الكهوف وهو مكانهم إلى حد الآن سمخيك على بنا بلي الأماكن الخالية هي أماكن الجن ثم استوطن الملائكة على الأرض مدة معينة ومن بعد ربي سبحانه أعلمهم بأنه رح يجعل في الأرض خليفة سمخيك قالوا يا ربي كيف هي بعدما نظفناها من شر الجن ومن فسادهم كل رح تجعل فيها خليفة آخرين قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون شوفوا هنا وش قالوا من بعد قال كظن الملائكة أنهم بذكرهم الله سبحانه وتعالى وعبادتهم له أنهم هم الأجدر باستخلاف الأرض ثم بعدما تردوا من هالجن كيشغل حسبوهما رواحهم رح يسكنوا في الأرض ولكن الله أجابهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون لأن علم الملائكة محدود لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه وعلمه تعالى كامل فهو يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون ولما رأت الملائكة الجبال وطولها وعرضها تعجبت من هذه المخلوقات هذه لإخلقها ربي سبحانه فبدأت تسأل قالت يا رب هل من خلقك أشد من الجبال قال نعم الحديد هو أشد من الجبال لأنه يخرقها فقالت يا رب هل من خلقك أشد من الحديد قال نعم النار فهي تذيب الحديد ثم سألت الملائكة الله سبحانه وتعالى قاتلوا يا رب هل من خلقك أشد من النار قال نعم إنه الماء فيطفئها ثم قال يا رب هل هناك من خلقك أشد من الماء قال نعم الريح التي تحمل السحب ثم قالت الملائكة يا رب هل من خلقك من هو أشد من الريح قال نعم إنه ابن آدم الذي إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يطلع عليها أحد اسم أقوى ما أشد خلق خلقه ربي واعتز بخلقه هو بن آدم ثم أشد ربي سبحانه جل وعلا ثم خلق الله سبحانه وتعالى آدم من قبضة قبضها من جميع أنواع الطربة الموجودة على الأرض اسم أخذ الأرض من طراب الأرض كل حفنة 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 وقبضها في يده وخلق آدم عليه السلام فجاء بن آدم فيما بعد حسب تلك الأرض حسب تلك الأرض يعني في خصائصهم الجسمانية أمام طب أمام النفسية أمام الفكرية جو كما هذه الأرض قالك فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود والأصفر حسب لون الطربة وجاء الطبائع بين آدم وأخلاقهم حسب ثاني نوع الطربة فمنهم الخبيث ومنهم الطيب ومنهم السهل الذي في أخلاقه لين والرفق ومنهم الحزن الذي في أخلاقه وطباعه عنف وغلة فالسهل من الناس من الأرض السهلة والفض الغليظ الجافي من الناس من أرض الحزن وهي ما غلظ منها مع ارتفاع ثم ألقى الله سبحانه وتعالى على الطراب ماء فأصبح طينا فلما طالت مدة بقائه على هيئة طين تغير لونه فصار حمأ أي طينا أسود كما أصبح مسنون أي منتن ذو رائحة كريهة ثم صور الله تعالى آدم وتركه يجف سبحان الله وبحمده هذا إحنا سبحان الله وبحمده كفى أخلق قربي الإنسان أو الواحد آدم كفى أخلقنا وكفى أخلق بني آدم قال قبض بيده من كل أنواع وألوان طربة الأرض القبضة فجاء بني آدم يتلونه حسب تلك الطرب الطرب اللي قبضها يا ربي سما الطربة البيضاء والطربة الحمراء والطربة السوداء والصخرة والرمل الهش والطربة اللينة والطربة الخسبة قال كحتي الناس جات طبايعهم وسلوكاتهم وألوانهم حسب الطربة التي خلق منها قال كينعباد حنان كينعباد طيبين كينعباد قاسيين كينعباد غلاظين اسمه كل واحد يشبه اسمه جاد الشخصياتهم وانفسهم كالطراب الذي خلقها منه اذا بعد ما قبض ربي سبحانه الماء من طربة من كل نوع قلك خلطها بالماء واردها طين احنا حاشاكم وحاشا قدركم نقولو غرقة اردها طين ومبعد طرقها مدة وهي موطين مو موطراب هكا وطرقها مدة قلك حتى صار لونه اسود اسمه كي صار لونه اسود حاشاكم وش ولا ولا حماء حماء مسنون وش معنى حماء مسنون اعزكم الله وحاشا ذو رائحة اسمه الحماء هو كلماء يسود وينتان خين قولو يعود كيش غول حماء مسنون منتن ذو رائحة كاريها ومبعدوش دار ربي سبحانه حكم هذاك الخاليط اللي ولا حماء مسنون وشكل بيه هيئة بشر شكل بيه هيئة سيدنا آدم وطرقو مدة بش يبس حتى صار كالفخار قال كالذي له صلصلة يعني صوت جسم الإنسان جسم سيدنا آدم كي صنعوا ربي سبحانه خله يبس ولا مجوف عبارة عن هيكل لا إنسان مجوف وأصبح له صلصلة يعني صوت إذا ما حرك وهو جسد بلا روح فلما تركه الله سبحانه وتعالى مدة أخذ الشيطان يدور حوله ويعجب منه سم الشيطان قاعد يشوف هذا الخلق هذا لخلقه ربي جديد سبحان الله قالك فكان يدخل الشيطان من فم الإنسان ويخرج من أسفله وهو موش فهم شي هذ الهيئة وشي هذ القالب هذا لخلق الله سبحانه وتعالى بعد ما يبس هذا القالب نفخ الله سبحانه وتعالى في روحه من روحه في جسد آدم نفخ الله عز وجل من روحه في جسد آدم فأصبح حيا سبحان الله يسمع ويرى ويمشي ويتنفس لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد فقال الله الله سبحانه وتعالى اذهب فسلم على أولئك الملائكة واستمع إلى ما يحيونك به فهي تحيتك وتحية ذريتك فقال آدم السلام عليكم قالت الملائكة والسلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله سما بعد ما خلق ربي سيدنا آدم ونفخ فيه من روحه وبقاء وعاد إنسان يمشي ويشوفه يرى بعثوا ربي سبحانه للملائكة قالوا روحه شوف كيف هي حييوك راح سيدنا آدم قالهم السلام عليكم أردت عليه الملائكة قالوا وعليك السلام ورحمة الله زادت عليه كلمة ورحمة الله ومن هنا قالوا ربي سبحانه هذه تحيتك وتحية ذريتك في الدنيا سبحان الله سبحان الله العظيم هذا خلق سيدنا آدم وهذا هو بداية خلق الإنسان كيف هي خلق سيدنا آدم من جميع أنواع الطربة إن شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم قلوا لي في التعليقات إذا بغيتوا تكملة قصص الأنبياء وصلنا إن شاء الله الدرس القادم طاعة الملائكة وعسيان إبليس لله سبحانه وتعالى ونطلقوا إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله